قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم إن الغرفة ستقوم بمتابعة الأضرار التي لحقت بالتجار في منطقة عواجان في محافظة الزرقاء جراء السيول التي داهمت محلاتهم التجارية وشار شريم إلى أن الجهات المعنية لم تأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب تعريض الأهل والتجار للمخاطر وتحميلهم خسائر مادية كارثية على حد تعبيره تسببت مياه الأمطار الغزيرة في محافظة الزرقاء إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع ومداهمة العشرات من المحال التجارية مما ألحق أضرارا كبيرة للتجار لا يوجد تصريف للمياه الأمطار في الشوارع يعني لا يوجد نهائيا كل سنة المي بدأهم محلاتنا وراجعنا أكثر من مرة بلدية الزرقاء راجعنا مدير المنطقة راجعنا مدير المناطق لا لا يوجد استجابة للموضوح هذا نهائيا يعني احنا محلاتنا تغرقت تفجرت تقريبا وسطت تقريبا عند الرصيف مش قادرين الرن محداش يرد تقريبا وسطت البلدية تقريبا أكثر من الساعة خمسة على باصي تفجر روحوا شوفوا هناك تفجر باصي وحملت تجار المسؤولية إلى بلدية الزرقاء بسبب سوء البنية التحتية لمصارف ومجاب المياه التي داهمت محلهم دون سابق إنذار مما تسببت بإتلاف بضائعهم وألحقت بهم خسائر بآلاف الدنانير أنا محلي كله غريق كل الماء دخلت عليها البلدية يرنوا يرنوا سبع تمن مرات معنا أرقام مسؤولين المنطقة يرن رن ما حد برد ما عليهم ضغط يعني في الشيء إنهم الهنين هون جنب المحل الحديد سكروا كلها نزلت من عند جبل أمير حسن من عند الإشارة من عند تحت من السدود اللي وراء طبعا أنا محلي غريق في محلات فوق كانت تحت على مستوى الشانعة لسه في عندي رصيف عالي في محلات على مستوى الأرض كلها غرقت إبضائيتها صارت بالشوارع كل البضاعة راحت من عندي يعني شو بدي أسوي أنا اللي كل المي صارت مترين عندي عباب المحل وفيش ولا بلدية أجت ولا إشي قعدنا بجوزة قال إشي أربع ساعت وإحنا نلمل البضاعة ولا خلينا إشي إلا كله مي المحل من جوه مي من بره مي والله العظيم وصل أقل إشي متر المي الأمطار الغزيرة في الزرقاء ولوائر صيفة كشفت عيوب البنية التحتية وتصريف المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية عذاع مداهمة المياه للعديد من المنازل والسيارات محمد أبو علوان رؤية